بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى حياكم الله أبناء الطلاب وبنات الطالبات في درس جديد من دروس القرآن الكريم ومعنا وإياكم في هذه الجلسة المباركة آيات من صورة الأنعام وهي من الآية التاسعة عشرة بعد المئة إلى الآية السابعة والعشرين بعد المئة وقبل الشروع في تلاوة الآيات والتعرف على بعض الأحكام الواردة فيها نقف وإياكم وقفة يسيرة مع أهداف الدرس التي نرجو الله بمنه وكرمه أن يحققها لنا ولكم فمن الأهداف أولا طلب الأجر من الله تبارك وتعالى مما لا شك فيه أن قارئ القرآن إنما يقرأ كلام الله جل وعلا ويتلوه طلبا لمرضاته سبحانه وتعالى ونيلا للأجور المترتبة على قراءة كلامه جل وعلا ولذا قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ومن الأهداف كذلك تلاوة الآيات تلاوة صحيحة فينبغي لقارئ القرآن أن يتعلم النطق الصحيحة لكلام الله جل وعلا وأن ينطقه نطقا صحيحا كما أنزل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وكما بلغنا إياه عليه الصلاة والسلام ولذا أمرنا بذلك صلى الله عليه وسلم فقال اقرأوا كما علمتم وما يبذله المسلم في تحصيل ونيل قراءة القرآن قراءة صحيحة هو معجور عليه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أي أجر المشقة وأجر التلاوة ومن الأهداف كذلك تطبيق أحكام التجويد أثناء التلاوة فينبغي لقارع القرآن أن يطبق أحكام التجويد أثناء تلاوته لكلام الله عز وجل وذلك لأن تطبيق أحكام التجويد أثناء تلاوتك لكلام الله جل وعلا مما يعطي القراءة رونقا وجمالا وحسنا وبهاء فلا ينبغي لقارع القرآن أن يخل بها ومن الأهداف أيضا التدبر والخشوع لما يقرأه من كلام الله عز وجل وذلك امتثالا لعمره جل وعلا حيث يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فينبغي لنا أن نقرأ قراءة نقرأ كلام الله جل وعلا وأن نكون له متدبرين متأملين متفهمين خاشعين لما نقرأه من كلامه عز وجل ولآن ننتقل وإياكم إلى آداب التلاوة فهناك آداب يشرع لقارئ القرآن أن يتعدب بها فمن هذه الآداب أولا الطهارة فينبغي لقارئ القرآن أن يكون متأدبا بهذا العدب العظيم وأن لا يقرأ القرآن إلا وهو على كمال من الطهارة والنظافة والنزاهة ولذا أرشدنا وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن حزمن رضي الله عنه وأرضاه وأن لا يمس القرآن إلا طاهر ومن الآداب كذلك تحسين الصوت بكلام الله عز وجل وتزينه به والتغني بكلام الله جل في علاه ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم وقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ومن الآداب أيضا الاستعاذة عند بدء التلاوة فيشرع لقالي القرآن أن يستعيذ بالله في بدء قراءته لقول ربنا سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الآداب كذلك البسملة في بداية كل سورة فيشرع لقالي القرآن إذا أراد أن يبتدع السورة من أولها أن يبسمل قائلا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا إذا كان مبتدعا بأولها ما عدا سورة براءة فإنه لم يرد في أولها بسملة فيكتفي القارئ بالاستعاذة في أولها ثم يشرع في أول آية منها دون أن يبسمل والآن ننتقل وإياكم إلى تلاوة الآيات ومن ثم التعرف على بعض الأحكام الوالدة فيها فأرجو من كل واحد منكم أن يكون مصحفه مفتوحا بين يديه ناظرا ومتأملا فيه أثناء التلاوة لعله أن يجد بغيته فيقرأ قراءة صحيحة بعد ذلك فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أوى من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وبعد أن استمعنا إلى الآيات نقف وإياكم وقفة يسيرة مع بعض الأحكام الواردة فيها من الأحكام الواردة في هذه الآيات قول الله عز وجل وما لكم ألا وما لكم ألا ما الحكم التجويذي هنا؟ تفضل أحسنت ميم ساكنة أتى بعدها الهمز والميم الساكنة إذا جاء بعدها الهمز ما حكمها؟ تفضل أحسنت الإظهار فتظهر الميم في النطق عند ملاقاتها للهمز فيكون طريقة نطقها الصحيح وما لكم ألا وما لكم ألا من يعيدها؟ تفضل أحسنت كذلك من الأحكام الواردة في هذه الآيات قول الله عز وجل ميم 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 ما الحكم التجويذي هنا؟ تفضل أحسنت ميم مشددة الميم المشددة هنا تغطى غنثا بمقدار كم حركة؟ أحسنت بمقدار حركتين ومخرجها الخيشوم أحسنت وطريقة نطقها تفضل أحسنت أن تركن على الميم تقف عليها وقفة يسيرة بمقدار حركتين ثم تتعداها إلى ما بعدها فتقول مما مما من يعيدها؟ تفضل أحسنت كذلك من الأحكام الواردة في الآيات قول الله عز وجل وقد يفصل لكم ما حرم عليكم لكم ما حرم عليكم ما الحكم التجويذي في هذه الآية؟ تفضل أحسنت إدغام مثلين صغير إدغام مثلين صغير لماذا سمي بإدغام المثلين الصغير؟ من يجيب؟ تفضل إذن سمي بإدغام المثلين؟ أولا سمي بإدغام بالإدغام لأن الميم الأولى أدخلت في الثانية أي دخلت في الثانية أدخلت فيها وسمي بالمثلين لماذا؟ تفضل أحسنت لأن الميم أدغامت في أختها الميم الأخرى وسمي صغيرا لماذا؟ لأن الحرف الأولى هي الميم الأولى ساكن والثانية متحركة وسمي لذلك صغيرا وطريقة نطقها أن تقول لكم ما حرم لكم ما حرم كذا من يعيدها؟ تفضل أحسنت كذلك من الأحكام الواردة في الآيات قول الله عز وجل ليضلون بأهوائهم كلمة بأهوائهم فيها حكم تجويده فمن يذكره؟ تفضل أحسنت مد متصل كم يمد؟ بمقدار كم مده؟ أحسنت بمقدار أربع حركات طيب لماذا سمي هذا المد بهذا الاسم؟ لماذا سمي المد المتصل بالمد المتصل؟ من يجيب؟ تفضل أحسنت لأن حرف المد مع سبب المد اجتمع في كلمة واحدة حرف المد جاء بعده الهمز هو سبب المد في كلمة واحدة فإذا اجتمع حرف المد وسببه في كلمة واحدة سمي هذا بالمد المتصل سمي هذا بالمد المتصل ويكون قراءة ويكون كيفية نطقها كالتالي بأهوائهم بأهوائهم من يعيدها فضل أحسنت كذلك فضل أحسنت بارك الله فيكم كذلك من الأحكام الواردة في الآيات قول الله عز وجل بأهوائهم بغير بأهوائهم بغير فيها حكم تجويدي فمن يذكره تفضل أحسنت ميم ساكنة جاء بعدها حرف الباء والباء من حرف ماذا هو حرف الإخفاء الوحيد هو حرف الإخفاء الوحيد فهنا تختفي الميم في النطق لملاقاتها لحرف الباء فكيف يكون نطقها الصحيح تفضل أحسنت بأهوائهم بغير علم بأهوائهم بغير علم أن يعيد تفضل أحسنت أحسنت كذلك من الأحكام الواردة في الآيات قول الله عز وجل وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ من يذكره الحكم التجويدي في هذه الآية وَإِنَّهُ لَفِسْقَ تفضل أحسنت النون المشددة النون المشددة وهي أخت الميم المشددة التي سبق أن تكلمنا عنها هنا طيب ما حكمها؟ أحسنت كحكم الميم كحكم الميم وما هو حكمها؟ الميم أحسنت تعطى غنة بمقدار حركتين وطريقة نطقها أن تركنا عليها بمقدار حركتين فتقول وَإِنَّهُ لَفِسْقَ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ من يعيدها؟ فضل أحسنت أحسنت بارك الله فيكم كذلك من الأحكام الوالدة في الآيات قول الله عز وجل وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ هنا حكم تجويدي فمن يذكره؟ فضل أحسنت مد منفصل مد منفصل وكم مقدار مده؟ أحسنت مقدار أربع حركات مقدار أربع حركات ولماذا سمي بالمنفصل؟ الانفصال حرف المد عن سبب المد وهو الهمز في كلمة ثانية فلما كان حرف المد في كلمة وسببه وهو الهمز في كلمة أخرى سمي لذلك منفصل سمي لذلك منفصل وطريقة النطق الصحيح بها أن تقول إلى أوليائهم من يعيدها؟ فضل أحسنت كذلك من الأحكام الواردة في الآيات قول الله عز وجل وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ما الحكم التجويدي في قول الله عز وجل؟ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ فضل نعم صحيح نون ساكنة بعد الهمز والهمز من حروف الإظهار والهمز من حروف الإظهار فلابد من ظهور النون الساكنة في النطق عند ملاقاتها لحرف الهمز فتقول وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ من يعيدها تفضل أحسنت كذلك من الأحكام الوالدة في الآيات قول الله عز وجل كمن مثله كمن مثله ما الحكم التجويدي هنا تفضل أحسنت نوم ساكنة بعدها حرف الميم والميم من حروف الإضغام بغنة من حروف الإضغام بغنة فنقول كمن مثله كمن مثله من يعيدها تفضل أحسنت كذلك من الأحكام الوالدة في الآيات قول الله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة قرية أكابرة ما الحكم التجويدي تفضل أحسنت التنوين جاء بعدها والهمز والهمز من حروف الإظهار فلا بد من إظهار التنوين هنا قرية أكابرة مجريميها من يعيدها تفضل أحسنت كذلك من الأحكام الوالدة في الآيات قول الله عز وجل إلا بأنفسهم بأنفسهم فيها حكم تجويدي فمن يذكره تفضل أحسنت نون الساكنة جاء بعدها حرف الفا والفا من حروف الإخفاء والفا من حروف الإخفاء فلا بد من اختفاء النون الساكنة عند النطق بها إذا التقت مع حرف الفا فنقول في كيفية النطق بها بأنفسهم بأنفسهم من يعيدها تفضل أحسنت كان هذا هو آخر ما استطعنا أن نعلق عليه في هذه الجلسة المباركة وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر